اشتركوا في القناة الذين يقرؤون ويثابرون على القراءة وهناك طبقة الاشخاص العاديين الذين يعملون في الاعمال البسيطة ويملكون ايضا الطموحات المحدودة ان العقل البشري بدون معرفة هو هباء وان شخصا متوسط الذكاء اذا تعب على نفسه وقرأ وثابر في القراءة وتخصص وركز يمكنه ان يبدع اكثر بكثير من شخص ذكي لكن ليس له من الجدية والتعلم والقراءة نصيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته